بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنشرح المحاضرة الثالثة في Open Channel Hydraulics والتي بتتكلم على Design of Open Channel النقط اللي هتغطيها في محاضرة النهاردة ان شاء الله Introduction to Open Channel Design مقدمة بشرح فيها هي العناصر اللي انا لازم اعرفها او ان انا احسبها علشان ابقى عملت تصميم وبعد كده الجزء التاني هنتكلم فيه على تصميم اللي هي القابلة للتعاكل او المعرضة للنحر ودي اشوف بصممها ازاي والجزء الاخير هنتكلم فيه على التصميم Non Irrutable Channel يعني غير قابلة للنحر التعريف ده التسمية دي مش دقيقة او انا بحب اسميها Aligned Channel او المبطنة يعني انا وفرت لها وسائل حماية ضد النحر مفيش حاجة اسمها حتى لو انا عملت وسائل حماية وسائل حماية وصورة عندي زادت قوي وسيلة الحماية نفسها تحت التاكل الانترودكشن بتاعتنا للتصميم ايه هي العناصر اللي انا لازم اكون وصلت لها عشان في الاخر انا عايز اعمل ايه يعني ايه تصميم تصميم يعني في الاخر انت بتطلع لوحة تتنفذ بتحط عليها شوية بيانات يقدر الكنتراكتور ياخدها وينزل بيها الموقع ينفذ الكلام والاهم انه هو بعد ما ينفذها انه هي تعمل الفانكشن اللي انت صممت على اساسه مضبوط الابريشن بعد كده فاول حاجة بنعملها في تصميم الابنت شانل ايه اختيار المسار او الالايمنت سيليكشن يعني ايه الايمنت سيليكشن انا ايه معلوماتي عن الابنت شانل اللي بابقى عارفها في الاول انا عندي نقطة ايه دي فيها ميا اي ان كانت المياه جاي من ايه مش مهم وعايز انقل عن طريق قناة مفتوحة او اوبنت شانل ايه نقطة ايه بي فايز ما ينفعش انا لو قدامي الورق اللي قدامي دي لاتي اقول انا هوصل كده لأ انا لازم انزل على الطبيعة واعرف شكل الارض عامل ازاي وايه الحاجات العوائق اللي متقابلني واشوف احسن مصار او احسن الالايمنت امشي فيه ممكن يعمل كده هو ويطلع كده هو وينزل لازم يطلع خط ايه مستقيم ممكن يطلع حاجة على كده وعمل كده على حسب الظروف بتاعة الموقع او المنطقة اللي انا بقيه باشتغل فيها تاني حاجة لازم اعرفها البيد ايه البيد سلوب ايه هو البيد سلوب الميل بتاع القاع طيب الميل بتاع القاع انا اللي تشانل دي بحفورها فين في ارض طبيعية يعني الارض ماشي اكيد لو قلت ان دي ارض طبيعية بيس تفتكروا ميل القاع هاي بعمله زي اكيد قريب الى حد ما من ميل الارض الطبيعية ليه بعمله قريب من ميل الارض الطبيعية عشان ماجيش اعماق الحفرة عندي تزيد قوي او التشانل بتاعتي تكشف يعني انا مينفعش ايجي اعمل التشانل ميل هكت فبهحفر في الاول الحتة دي وهاجي في الاخر احفر من الحتة دي وبوازن مبين كميات الحفر والردن عشان احاول استخدم ماتيريال من اللي موجودة في الموقع يبقى بعد مختار تلتشانل الالائمنت بشوف شكل الارض الطبيعية اللي فين النوع الالائمنت اللى انا اختارته يعنى أنا لو보�نا الالائمنت بتاعنا اللى هو الخط خلين e نلونه اللى هو ده هنا ده الألائمنت اللى انrastه بتاع تلتشانل عجز اختار الピدستły وانا عايز اعرف ميلة الذين ان اعرف الاول الارض الطبيعية healthy فيأجيب عند النقطة دي وكلها عند النقطة دي تبقى عنه شوية منسبها كذا عند النقطة دي كان منسوبها كذا عند النقطة دي كان منسوبها كذا عند إيه اللي منسوب إيه منسوب الأرض الليه الطبيعية يبقى أنا على مصار الـ Open Channel طلعت ده كده شكل الأرض الليه الطبيعية اللي عندي أنا عايز أعمل إيه عايز أعمل تصميم للميل بتاع القاع قولنا ميل القاع تقريبا بيبقى ماشي مع الأرض الطبيعية إلى حد ما طيب يبقى أنا كده خلصت المصار وخلصت الـ Longitudinal Slope أو ميل القاع بتاع الـ Open Channel الـ Cross Section Shape ايه هو الـ Cross Section Shape؟ شكل القطاع العرضي بتاع الـ Channel جايس ساعد بنختاره غالبا بنختار هذا الشكل ده ده أكثر شكل مثلا في واحد عايز يعملها مثلث في واحد عايز يعمل مشتطيل واحد عايز يعملها مدور على حسب الظروف وعلى حسب الاستخدام لكن الغالب أن احنا بنعمل الـ Cross Section بتاعنا على الشكل الترابيزويدل ده طيب حددت الـ Cross Section Shape كويس اللي أنا هشتغل عليه على حسب الظروف برضو بتاعة الموقع والحاجات المتاحة ببدأ بعد كده أطلع الإيه الـ Elements بتاعة الـ Cross Section ايه هي الـ Elements اللي أنا محتاجها عشان أعرف Cross Section لازم أعرف والله العرض بتاعه ده أنا عايز أنزلها نفذ يعني أنا هينفع أسملك Sketch كده هو أقولك روح نفذ لي Open Channel دي لأ طب أنا انت كده ما عندكش إيه بيانات طيب أنا عايز حناخد مثال مثلا القطاع الترابيزويدل ده أنا عايز القطاع ده أحط عليه البيانات علشان المقاول ينفذها ويش ده هنا الأرض الطبيعية المقاول عايز ينفذ إيه لازم أكديره العرض تحت اللي هو مين؟ البي ويش وعايز إيه الميل الجانبي T إلى 1 مين اللي بيحدد الميل الجانبي ده اختبارات التربة أو ال Geotechnical Study بتاعت الحاجات اللي موجودة عندي طيب المقاول عايز يعرف ايه كمان عايز يعرف Total Dips خلي بالك الفرق ما بين Section Dips والTotal Dips D كيف أنا اللي وديته دي ودي ودي مع البروفايل يقدر ينفذ اللي تشانل بس ما نطلق باتش في حاجة قلت دلوقتي قلت باتدينه مين؟ Total Dips بس وإحنا بنصمم Opened Channel اللي قلنا معادلات ماننج والكلام ده ما بنتعملش مع Total Dips إحنا بنتعامل مع ال Weighted Section أو Section اللي ماشي فيه المية فبتعامل مع مين؟ مع Y لما باجي بحسب Area بحسب ال Area دي بمشي ال Area Total لما باجي بحسب Weighted Primeter بمشي على خط اللي هو اللي مابلوه اللي هو اسمه ويتد لغاية هنا طيب المقاول لما بيجي نفس بديله دي ليه دي أكبر شوية من ال Weighted بسيب مسافة أمان فوق سطح المية اسمها Free Board كويس علشان لو حصل أن المية زادت لأي سبب من الأسباب ما تجيش المية تطلع فين؟ تطلع فوق الجناب وتغرق الأراضي اللي حواليها يبقى دي البيانات إن أنا بديها للايه؟ للمقاول آخر حاجة بعملها إن أنا والله أنا لو عندي Opened Channel دي هل Opened Channel دي محتاجة Lining ولا لا؟ يعني إيه Lining؟ يعني طبطين هبطانها بإيه؟ في مصر إحنا فيه مئة ألف نوع من أنواع Lining كويس Flexible Lining و Rigid Lining وطبطين بس اللي في مصر إحنا بستخدمه يا إمتا Reprap اللي هو الحجر يا إمتا خرصان فأجي هنا أعمل طبقة فوق الثالي عشان أحميها من التآكل أو أقل للإيه؟ The Seepage يعني إيه Seepage؟ لو أنا الأرض دي رملة في الصحراء والتي تشن Opened Channel أعملها كده ومش نبطانها يعني سايب الجناب بتاعتها رملة أول ما تمشي المياه فيها على المنسوب ده هتلاقي المياه بترشح وتنزل فيه؟ في الأرض المياه الجوفية فبدلا من نقطة A إلى نقطة B هنا من نقطة A حطيت مثلا ساي عشرة متر مكعب هيوصلوا عند النقطة B ثلاثة متر مكعب والباقي هيكون إيه؟ تشرب فيه التربة فبيجي ببطن القطاع بتاع الأوب إن شان عشان أقدد إليه The Seepage ده أحد الاحتياجات للتبطيل الحاجة الثانية لو المتيريا اللي بتاعتي أو نوع السويل هنا اللي ميل ده ضعيف جدا ومش هيستحمل السرعات يعني السرعة بتاعت المياه دي هتاكل التربة وهتوسع في القضاء فبأضطر إيه؟ بحميها أو بوفر لها حماية من التآكل يعني أقدر أخليها تستحمل سرعات أعلى برضو نقطة كده As a concept إحنا ما عندناش Standard Design Procedure يعني ما عندكش ورقة تمشي عليها تقول أن أنت والله إنت لو مشيت على هذه الخطوات بقى إيه؟ عملت تصميم كويس وأولها لأن هي فيه حاجات كتيرة معتمدة على الانجينيرينج سينس وعلى ظروف الموقع أولها مصاري للتشانل المصاري للتشانل ده مفيش كتاب أنت هتفتح يقول لك كيف تختار مصاري للتشانل 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 لا هذه تعتمد على الخبرة وعلى الظروف الموجودة في الموقع لازم تأخذ اعتبارات كثيرة جدا وانت بتعمل التصميم بتقابلك معاوخات وانت بتختار إن أنا لازم أخطر أحسن بديل أحسن بديل من ناحية الكوست أحسن بديل يوفر الخدمة أحسن أو مالوش environmental impacts عالية كل الكلام ده معتمد على الجوجمت لكن انت في الآخر عارف الكيو الكيو دي لها حسابات عارف الويتد سكشن ده ليه حسابات آه دي عامل بس المهمة عندي اختيار المسار بتاع التشانل ده اللي مهلوش معادلات مؤتمد عليك والإيه والبنسل عشان إيه العوامل اللي بتأثر على اختيار الـ open channel أول حاجة accessibility لازم أمشي open channel عندي في مكان accessible أو أقدر أوصل له مجيش في حتة أروح ممشي حتة فمش عارف أوصل لها مش عارف أعمل أدخل معدات للصيانة ساعة بعمل منشآت على الـ open channel فلازم أعمل حتة يعني أعرف أخش أعمل صيانة فلازم يكون الأرض accessible right of way يعني الحدود بتاعة الملكية بتاعة التشانل يعني ما جيش مثلا هقول أنا عايزة أعمل open channel عايزة المياة مثلا من حتة الحتة وهعمل ترعة في المهندسين طب هجيب تمن الأرض منين لازم تنزع الملكية بتاعت الكلام ده فهيبقى تكلفة بتاعتك الopen channel اللي انت عملتها زي النزع الملكيات فممكن أستبدل الكلام ده بpumping system بمواسير تمشي تحت الأرض وما يبقاش عندي مقصات عن الملكيات ده برضو أحد الحاجات ليه right of way ده مهم جدا اللي هو تكلفة الأراضي اللي أنا بحتاجها علشان أعمل المنشأ بتاعي أو الopen channel البالانسينج ما بين القط والفل بحاول الاماي فأحافظ ما بين القط والفل عشان ما أضطر أجيب ردم من بره أو أن أنا أرمي كميات ردم كبيرة بره حدود الموقع بتاعتي الExisting and planned structure transportation facilities يعني إيه لو أنا عندي طرق أي طريق لو عندي مثلا منطقة أنا عارف أن هيتعامل طريق هنا طريق تاني تحدي منطقة سكنية متقسمة طرق كده بالعرض وفي طريق بيلوموه مبارك وأنا عايز أعمل open channel تاخد تاخد المياه من نقط A إلى نقط B وأنت بتفكر كده أول حاجة تفكر أن أخذ خط مستقيم كده لو هي حتى الأراضي دي هين فأعدي فيها وما فيش مشكلة واحد تاني هين شي كده هتقول أن أن تعملت المسار أطول من دي أعصر بس دي عشان تتنفس لو أنا ما عندش تكلفة للأرض يعني فاكتور ورد محتاج أن أنا أقطع الطريق ده وأقطع أقطع الطريق يعني إيه لازم الطريق يعدي فوق الانتشانل لو محتاج كده والطريق ماشي كده خلاص لازم أعمل فتحات تحت الطريق علشان تعدي العربيات بتبقى ماشية هنا وكده الطريق ده العربية ماشية خلاص فالسكشن الترعة هيحصل له الانتشانل بتاعت هيتقفل فلازم أعمل فتحات تحت أو منشأ تعدي عليه العربية فأنا في الحالة عندي كم منشأ هتطر أن أعملهم 1 2 3 4 هذه المنشآت بتتكلف فلوسي فأنا بحسب طول الطريق الترعة للقصير مع المنشآت تكلفته قدي والمسار الأطول تكلفته قدي ده مثال لحالة المشروع ده فعلا منتصمم دي لوحة من مشروع بيبين لي اختيار المسار بتاع Open A Channel ال Open Channel اللي ندرس نشاهده ال Open Channel حيث كيف اختارنا المسار ده كيف اختارنا السببين اولا ان انا عندي هنا منطقة سكنية فلا لازم اطلع بره لان تكلفة الأراضي عالية جدا وليه قربت قوي من الطريق هنا عشان احضر اعرف اعمل صيان In addition كمان ان انا عندي المنطقة دي فيها جبال فيها جبل لو انتم اخديم بالكم مشعارف صورة واضحة لا لأ انا عندي جبل هنا رأس الجبل منازل اذا احدت بعض نفس جبل ان الارض الطبيائية يمكن الان شكل عمل به قد احفر اعمال كبيرة جدا لان اطريق ان احسن اختيار عندنا ان احسن اصدار ساعد بطار أعدي في مناطق سكانية هل ترون هذا الـ Open Channel؟ هذا الـ Open Channel يتحرك في قلب مناطق سكانية وقد اختارنا أرخص أرض والتي يتحرك مع المنسيب وليس يتحرك عليها لا يحتاج أنزع مكان ينفق إذا فقط دخلت شمال قليلا وضع رشيل كل البيوت طبعا تكلفة نزع الملكيات عالية غير ما تعمل سوشيال إمباكت سائل فهذا مصار الـ Open Channel معدية في قلب مدينة هذا الـ Open Channel تقطعت مع طريق فين الـ Open Channel الـ Open Channel فين؟ الـ Open Channel تقطعت مع طريق ماشي كده تمام؟ فعلشان فين الطريق بتاعنا العربية طهي العربية طهي عشان أعدي المية من تحت الطريق فبعمل ايه؟ فتحات أو كالفرز أو بعمل بريدج يعني ايا كان المسمى بتاعه والمهم منشأ علشان تقاطع مصار مجرمائي مع مين؟ مع طريق بحيث ان الطريق يكمل من فوقه والمية تنزل من تحت وعشان اللوصص اللي تكونت شوية فيه في الـ Crossing Structure اضطرينا ان احنا نوسع شوية الـ Open Channel بتاعتنا دي حاجات هناخدها في الـ Design بس اضطريت ان انا اغير فيه قطاع الـ Channel على التقاطع وبالتالي اتكلفت المنشأ ده اتكلفت ان انا بوسع الـ Channel فنتيجة الـ Crossing بتاعي اتكلفت تكلفت تكلفة زيادة عن تكلفة الـ Channel وده يجعلنا ان احنا نختار مصار الـ Channel ان احنا نتجنب التقاطع مع الطرق من منشأات التقاطع التانية مش لازم يبقى ان انا منشأ التقاطع عندي يكون مصورة مدورة بس انا ممكن ده ادي الطريق بتاعه ادي عربية مشيك اهو اللي بينقدي انا ماشي في الطريق الـ Channel بتاعتي اللي هي ماشية تحت دي ماشية كده وماشية كده علشان تعدي من تحت الطريق اعملت لها الـ Structure ده الـ Culver ده علشان تعدي من تحت تكمل فيه المسار بتاعه ده برضو ايه تكلفة ده برضو احد الحالات ادي Open Channel معمول لها Lightning او طبطين بالخرصانة معمولة جنب الطريق تمشي جنب الطريق لان انا هنا الاراضي بتاعتي كان فيها ملكية خاصة مش اجرها بعد شويتين واضطريت ان انا امشي جنب جنب الطريق فده كده اخترت المسار بتاع الـ Channel بعد ما اخترت المسار تاني خطوة باختار من الـ Speed Slope الـ Speed Slope يبقى انا لازم اعرف ايه شكل الارض الطريعية او مناسيب الارض الطبيعية على المسار اللي انا اخترته فعندي ثلاث طرق باستخدمها بـ Direct Survey المساحة زي اللي انتو خدتوها برفع نقط و ايه ومناسيب او Area Photogrammetry او بابع طيارات تصور او ان انا بشتغل بالـ Dem file او تصوير الاخمار الايه الصناعية بعمل الكلام ده ليه سواء ده او ده او ده عشان اوصل الخط الاحمر المنقض ده اللي هو يمثل ايه ده ينسميه احنا الـ N G L Natural Round Level كويس؟ طيب انا لما برسم شكل الارض الطبيعية بعدها افكر ازاي امشي بالـ Bit Slope انا عندي الـ Bit اهو عملت Bit Slope و عارف عمق الـ Channel فرسمت الـ Channel هنخلي بنا من هنا و احنا بنعمل التصميم بتاع الـ Open Channel دي ممشتش بسلوب واحد هذه سلوب الثاني الثالث علشان احافظ على الكميات لان انا لو كنت كملت بالميل اللي هو الـ 1.7 مين الميل الاكبر الـ 1.7 ولا الـ 1؟ الـ 1.7 لو كنت كملت بالميل الـ 1.7 كنت كنت كملت بالميل الـ 1.7 مين الميل الـ 1.7 مين الميل الـ 1.7 اتحرك الـ 1.2 أو 1.15 بغاية الـ 1.01 فأنا اهم حاجة عندي ان اعرف شكل الارض الطبيعية ومناسب الارض الطبيعية على مصار الـ Open Channel الذي اخترته طبعا في الـ Direct Survey تطوره بـ Total Station او بـ GPS اي ان كان واحد بـ Reflector يفضل يعدي عليهم الطريقة الثانية ان نستخدم التصوير الجوي أو الـ Area Photogrammetry الـ Area Photogrammetry في الاخر بيطلع لي الوحة زي اللي انتو شايفينها دي الوحة دي color coded كويسة عندي هنا المنسوب هتلاقي الألوان دي تعبر عن الـ Scale بتاع المنسيب يعني الأبيض 200 متر التحت دي كام 86 متر باين حتى من الشكل من الألوان ان هنا المنطقة دي جبل ادي الأبيض اعلى حاجة عمالي انزل المنطقة هنا اقل حاجة هنا فيه جبل تاني هنا اعلى حاجة هنا اقطة حاجة وهنا المسار بتاع النهر اللي باين عندنا في حتة هي واطية خلص المنسوب بتاعها اقل حاجة عندي اللي هي الحتة ولو نخلي بنا كمان هتلاقي اني شايفين هنا ده ده كوبري معمولة اقل بس انا هباين عندي فروقات مناسيب ليش باين عندي تفصيل وهنا فيه كوبري وهنا فيه كوبري الصورة بتاعت الكلام ده على طريقة هي ادي عندك جبل يمين وجبل شمال وعندي بريتج اقل قدام ادي الصور دي اعتقد انها متاخدة منين من هنا واحد واقف هنا وبيصور مهم يعني فده الناتج بتاع الاريا الفوتو جرامتري انه هو بيطلع لي خريطة او لوحة عليها المناسيب طبعا دقة الرفع المساحي بالتوتال ستيشن ادق من الاريا الفوتو جرامتري حالة الاقل دقة منهم شويتين اللي هي صور اقمار الصناعية او الديجتال موديل استخدم لرفع المناسيب استخدم امر صناعي بيمشي ويصور بليف حول كرة ارضية ويصور الارض ويعرف ويعرف المناسيب نفس الاريا الفوتو جرامتري بذلك بس طبعا عشان الامر صناعي هو بيتأثر طبعا بالعوامل الجوائق فيه سحاب موجود او مش موجود غير الارتفاع فطبعا الدقة بتاعته تبقى ايه اقل شويتين ازاي اقدر اجيب الصور بتاعت الامر الصناعية لو دخلت على السايت بتاع السرتم هتلاقي مقسم العالم كله اختار المربع اللي انا عايزه او اللي هو فيه منطقة الدراسة بتاعتي باكليك عليه واقول له ايه اعمل لي دامونلود فبتطلع لي خريطة بالمنظر ده عليها المناسيب المختلفة بس تخدمه امتة؟ احنا بتقول دلوقتي ايه دقة الساتيليت اقل من الفوتو جرامتري اقل من الرفع المساحي انا في انهي ستيج في المشروع وحجم المشروع ده انا بحط تخطيط مبدئي ليه المشروع بتاعي فهبتدي الاول لو المشروع بعيد ده هجيب لي ايه صورة اقمر صناعية وهي فري ببلاش هقدر ايه هقدر ايه هقدر اقول ده المسار اللي انا هشغاليه وبعدين ممكن انزل به لما حدد تقريبا المسار فين انزل فرق المساحة تبدأ ترفع لان هكون حددت المكان اللي انا عايز اشغال عليه بدقة واقدر اوصل الى رفع مساحة ايه دقيقة طيب اضطر الجأ للريتانجلر او ايه في الاخر انا عايز اوصل لكروس سكشن عليه البيانات ده البي بكم الدي بكم الدي بكم خلاص وعشان اوصل لدي لازم ابعرف الاف ومين و الواي هنا لو اختار ركتانجلر هنا الثاني لو ايه ترابيزويدل لازم ابعرف هاذيه البرامتر طيب هنا اخترت شكل الكروس سكشن بتاع تشانل بتاعتي ترابيزويدل ليه اخترت ترابيزويدل لان الدنيا مفتوحة وعندي مسافة كافية اقدر اعمد احسن شكل ليه لان السويل دي بتبقى مريحة لوحدها بالميل بتاعها انا هنا عامل عشان السرعات كانت عالية لكن لو انا كانت السرعات قليلة كنت هخليها ناتشرال عادي جدا وما فيش اي حاجة وليتشانل مشاكل طيب ساعات ما عنديش المساحة الواسعة اللي هنا الارض هنا فاضية فعندي الحكومة طبعا ده مشاريع حكومية اللي بتعمل كان الحكومة عندها الارض فما تكلفتناش حاجة فراحنا عاملين الابنتشانل بالشكل جينا هنا عايزين نمشي اوبنتشانل جنب الشارع في الحتة دي عايزة نمشي اوبنتشانل هنا في اتجاه الشارع ده الطول قلنا نمشي هنا اراضي بتاعة ناس وهتطرها بيوت طب اي مشي امين اراضي بتاعة ناس وهتطرها بيوت يبقى هتطر ادفع فلوس عشان عامل اوبنتشانل ده الشارع ده في الاول كان فيه جزيرة هنا في النص قلنا خلاص نعمل في الجزيرة قلنا نعمل في الجزيرة قلنا نعمل في الجزيرة قلنا نعمل الشكل بتاعنا العادي اللي هو اللي جاي ايه؟ ترابيزوي ده اللي عامل كده افضل ماله صغير يعني انا كان عندي الشارع اهو الشارع اهو اعمل بينهم الابنتشانل هنزل بين الميل الجانيبي بتاعة بداعها ماله صغير ومش هيستحمل التدفخ اللي ماشي عندي فاضطر ريت ان احنا نعملها ايه؟ واضطر اتكلف حطان خرصانة وتسنى ديمين وتسنى الشمال عشان اوفر المستطيل ده عشان الاريا تسمح لتضفق المياه اللي موجود تدي من الحاجات اللي بتخليني اخترت القطاع بتاعي ايه؟ ريكتانجلر تاني قرامتر احنا بنحتاج نعرفه اللي هو مين؟ خلاص انا عرفت من المسألة اللي فاتت اي تي اخترت القطاع عرفت اي تي عرفت البي حلت هيدروليكس طلعت الواي الواي دي ارتفاع ايه؟ المياه جوه الخطاع هل الواي دي ينفع ديها للمقاول ينفس؟ لا هو المقاول ما عايز يحفر هو مرشده وليس المياه فين؟ فلا لازم اتدي له التوتال ديبس ناقص عندي المسافة اللي احنا بنزودها فوق المياه كمعامل امان اللي هي مين؟ الفري بورد او فاكتور سيفتي ديبس عشان المياه لما تعلم ما تعديش ايه؟ الفري بورد يساوي وكتور سيفتي ديبس قطعت الواي وعرفنا كما تعلم من الواي الواي دي ناقص اننا نجيب مين؟ الفري بورد في التصرف يعني فانكشن في الواي هنا اوه التصرف بتاعي بوينت ستة لو قلنا ده دي كيو دي هينه السيف ثم بوينت ستة ستطلع الـ CF بكام بنص لو بـ 85 ستطلع بـ 0.7A 6 إذا تقوم بـ 0.7A إذا تعرف الكيوب تحتك فيه تخص على هذا الكيرف وتحسبها بالنسبة للتناسب تحسب الـ CF تعوض فيه الـ Y ومنها تطلعت الـ Free Board تجمعه على الـ Y تقول الدبس التاعة الـ Total بتاع القطاع بيساوي رقم معين وده أقدر أطلع ستحسب الـ Side Slopes ستحكم فيها نوع التربة الـ Geotechnical Engineer أو المهندس الـ Geotechnical يقول لك المفروض على فكرة كانت تبقى قبل الـ Free Board لأنني لازم أعرف الـ Slope الأول لكي أطلع الـ Y وعندما أعرف الـ F لكي أدع من الـ D يبقى الـ Slope تجيبه الأول بعدما نكون عرفنا المسار وعرفت نوع الأراضي التي أمر فيها من ناحية الـ Geotechnical وأقدر في الحالة دي أعرف الميل الجانبي المسموح به كام على حسب نوع الـ Soil أو توصيات تقارير التربة التي تأتي وـ Geotechnical Engineer تعمل إزاي نوع الـ Soil هذه مختلفة نوع الـ Soil لو Heavy Clay ستعمل واحد لواحد لو Soft Clay ستعمل بـ Mail ثلاثة إلى واحد وصلت للكلام أحسن فيه إلى واحد ومنها أحسن ميل الـ Y يتحكم فيه Side-Sloop نوع التربة إمتى هو يتحكم فيها لو ستساب الـ Soil ناتشرال لن أسندها لو ستسندها سأقوم بعمل حيطة خلصانة ونضع هذا الـ Soil 0 إلى 1 لأنني عملت Structure مثل Rectangular Channel التي نرى من قليلاً بعد ذلك اخترت القطاع وعرفت مقاسات وكلام أريد أن أعرف هل محتاج أبطن القطاع أو لا محتاج أبطن Stabilized Channel Bed ستساعد بالتبطين بيساعد أن أزود السلوبي يعني لو عندي رملة ميل هكذا ستساعد لو عندي ناتشرال سويل عملة كذلك ستساعد ناتشرال لو جئت حطيت عليها خلصانة أقدر أزود الميل شوية لأن هي بقت مسنودة حاجة ثانية تمنع تأكل الضربة لأن أنا عندي الميا ماشية بسرعة فتأكل هنا شويتين لو اضعت خرص أو حطيت ريبراب فمعدل التأكل جرام ليس بقى حاجة لأن هذه مقاومتها للبري عالية جدا وسأستحمل سرعات عالية بش معنى كده أن أنا أي سرعة ماشية برضو في limitations للسرعة pre-determined roughness coefficient ده مهم إن لو أنا عندي التشانل لأنا عملت لها تبطيل خرصانة فأنا عارف معامل ماننج على طول التشانل عامل إزاي لكن أنا لو ماشي تشانل طولها 3 كينو كويس فهتلاقي التشانل بتعدي في مناطق مختلفة في أنواع تربة مختلفة فهلاقي كل جزء من التشانل لمعامل ماننج بيختلف عن الجزء اللي إيه إلا تنقري التشانل كباستي طبعا مزيد التشانل كباستي يعني إيه كباستي التشانل تقدر تنقل كيو أكبر كيو أكبر يعني فلوسطي أكبر طب ليه لأن لما جنب باطن الواحد بقدر أزود التشانل كباستي آخر نقطة بـ promote vegetation وت improve lithetics يعني بس تكلم ده مش في مصر بتpromote vegetation في ناس ساعات بتبطين بتاعها بيبقى grass بدل عشان أحافظ على الميل بتاعي أن أنا أزرعه نجيلة طبعا إحنا نشاريين نمية للزرعة فمش هنحط نجيلة و عند ناس أن أن أحط نجيلة ويبقى شكلها حلو بتـ improve lithetic يعني الشكل عندي هيبقى قلطة بكثير وعندي مساحات خضرة كبيرة فطبعا أن نجيلة وكلام ده كله صعب أن نستخدم لدينا عشان الفقر المائي لكن في المناطق كثيرة بيستخدم وأن أنا ببطن الترعة أن أنا بزرع عن نجيلة وأن نجيلة نفسها بتمسك السويل في بعض الجزور ستمنع القتاة في أشكال للتشان لائنينج أو أنواع للتشان لائنينج في عندي flexible lining وrigid lining flexible lining يعني flexible marine يعني بيأخذ شكل حاجة اللي ماشي عليه lose reprap حجر سايب بحطه vegetation زراعة أو gabions وفي عندي rigid reprap rigid lining reprap بس بلاش دي تبقى reprap خلوة grouted reprap grouted يعني متثبت بمونة grouted reprap وفي concrete lining لأ دي lining concrete lining أو grouted reprap ده شكل flexible lining اللي معمول من loose reprap يعني قدي عندي حجر مرصوص بس وما فيش مونة مسكاوة حاجة الوضع الثاني vegetation دي اللي بتاعتي هاي ده اسمه شويل يعني الشان اللي بيستخدم في صرف مياه الأمطار فما زروع نجي لم ادي شكل وطيف وكله تمام دي الجاب يونز الجاب عبارة عن قفص عرفين القفص بتاع الفكة بس بيبقى حديد ومحطوط فيه شوية حجارة بس استخدمه فيه تشكيل الجوانب الريجد لائلينج ده ريبراب بس جراوت ريبراب يعني محطوط عليه مونة هادي عندي الحجر اهو من بين ما بين التاني مونة فبقى مقوم للتشكر وهنا دي الكونكريت لائلينج انا نبطل بالخرصان طيب ايه المشاكل اللي ساعات بتقابلنا كويس فيه تصميم ملت شانل ده كده ايه ده مراجعة سنة على الكلاء الاخر جزء في المحاضرة اللي فاته ده كانت في مشروع ودي الشارع ده كان بيستخدم كمخر للسيل يعني سامحين ان الميا تمشي في الشارع وجم هما لو تخذوا بالكوا عند البيوت البيوت يعليها شويتين على الجنب عشان الميا لما تمشي في الشارع ده كويس ما ايه ما تخشش جوه البيوت هتلاقي البيوت مرفوعة هيدا سايد سلوك وبعد كده محطوظة هين البيت وده الشارع الاسفلت اللي تمشي في مين العربية ايه اللي حصل شوية جرام اشتكه قالك الميا المرة اللي فاتت جات عندنا لدخلة البيوت رحنا نعين الموضوع فشوفنا الكروس سكشن عبارة عن جزء الاحمر جنب هم مدبشينه جزء الاحمر اتناحية تانية وهنا ده القاع بتاع التشانل بتاعتي القاع عبارة عن حتتين ناحية اسفلت وناحية ارض طبيعية غالبا اللي حصل امتى عايزين نحسب نحل كهايدروليك فانا لازم اجيب مين معامل مانيج معامل مانيج بتاعي بس فعندي 500 ان موجودين دي قيم ان اللي موجود عندي دي ان في جراوط البراب دي ان في الحتة الاسفلت الصفرة وده ان في الحتة الاسفلت الخط زي ما قولنا قبل كده ان انا مابقدرش بجيب الان اكويفلنت بالمعادلة بتاعت السجن على شكل القطاع ده قسمت القطاع بتاعي الى two section واحد والناحية الثانية section 2 يعني ايه اقدر اقسمهم section يعني لما جاء خط هنا يبقى هنا في بد وجنب على الاقل وهنا بد واجنب على الاقل يبقى ده تعمل section طيب انا احل الى ده سيجد من mn coefficient يبقى لازم اجيب له mn coefficient ده فك ينفع يتقسم لا مينفع لانه اجيب خط خط هنا مفيش بد ولو اقول هنا مفيش site يبقى هذا section عايز اجيب له equivalent من الان 0.0 2 8 والان الناحية 0.0 2 4 حل ده section وده as a section to 1 وحسب نا في الاخر Q اللي بتمر عندي في الناحيتين جمعنا ويبقى ده Q اللي بتمر في القضاء بتاع خلي بالك ان السرعة هنا بتبقى مختلفة عن السرعة هنا علشان اختلاف معامل الاحتكام اختلاف عايزين بقى ايه نخش في التصميم والسرعة انا بسمح بسرعة قد ايه والكلام بنصمم التشانل بتاعتي على حكتين هل هي Irrutable او Non Irrutable Irrutable زي ما قلت قابلة لتاكل Non Irrutable بلاش التعريب ده او خلي اقول Online The Channel Non Irrutable يعني متوفر لها حاجات للحماية من التاكل Irrutable لازم ايه انا عندي التشانل طبيعية وما عملت لهاش لحطت لها طبطين ولا عملت لها حاجات فحسيب المية تنشي فحي control المية ان السرعة بتاعتي ما تسببش لايه التاكل ان Irrutable بسمح بسرعات اعلى على حسب نوع الطبطين يعني عطي في ناس تقولك Reprap ممكن اسمح لغاية طبعا متر في الثانية انا عمول ما بعملش يحبش للسرعة عندي تزيد عن 4 لان السرعات بيبقالها مشاكل تانية غير التاكل فعلى حسب نوع الطبطين السرعات بنسمح ان هي تزيد لكن انا عندي في المجاري الطبيعية بلاقي ان السرعة عندي مثلا 0.75 لما بطن تخيل انت النطق في السرعة ما بين 0.75 ل4 بيستخدم في زيادة التشانل كاباستي بالاضافة الى منع السيبيتج ومنع الصويل الروج هنعطي على كل واحدة بالتفصيل هنبتدي بالتصميم بتاع التشانلز القابلة للتالي ومنتهى البساطة بنحلها بطريتين في حاجة اسمها البرميسيب الفلوسطي والتركتب فورس مثل البرميسيب الفلوسطي يعني السرعة المسموحة بشوف والله نوع الماتيريا اللي بتاعتي ايه بتاعة الابن شانل والأقدر اسمح بسرعة الغايد كام والله أنا عندي الماتيريا اللي موجودة راجب بتاع الجوتجنل اللي عندك فاين ساند خيب الفاين ساند ده بيسمح بسرعة ايه واحد وربعة خلاص وأنا بصم الابن شانل بتاعتي لازم السرعة المتوسطة للقطاع على التصرف اللي أنا بصمم اللي يجب أن تكون أقل من المتوسطة هعرف منين المتوسطة في عندي جداول موجودة على حسب نوع الصويل عندي المتوسطة فاين ساند بوينت ستة كورس ساند واحد واثنين سلت ساند بوينت ستة سلت ساندي سلت أصلي بوينت ستة سلت كلي وان بوينت المهم على حسب نوع الصويل بحدد السرعة الايه المسموحة فأنا لما باجي بصمم السرعة التي ستطلع عندي في القطاع يجب أن تكون أقل من المفلوسطي أو أقل من المفلوسطي طيب، علشان ماذا الخطوات بقى؟ عشان أحل كلام جميل وعايز أصمم أطلع السرعة قبل كده قلنا إيه؟ في طريحتين للحسابات قلنا إزاي أجيب الكيو وإزاي أجيب الواي طب، أنا عايز أصمم أن أجيب الفلوسطي كويس، الفلوسطي أنا عارف مين؟ مانينج عارفه من نوع السويل طب، ها أنا عارفت المفلوسطي أكيد عارف نوع السويل عارف السايد سلوبس وعارف المفلوسطي طيب، عشان أطلع القطاع القطاع عندي عبارة عن كم حاجة أهو، أنا عايز أرسم في الآخر البيانات على القطاع تي عارف تي إلى واحد عارف إيه هي البي العرب بتاع قطاع تحت وإيه هو ارتفاع المي دول كم مجهول؟ دول مجهولين اثنين، مش مجهول واحد كويس، نحن قبل كده كان عندنا كيو وعندنا بيانات الطعزين يطلع على الواي فكاننا بنحل بالترائل ان ارور وبالإكسل شيت وبالكلام ده كله أو بالجرافيكة مثلا دول مجهولين، يبقى أنا لازم أوصل لكم معادلة لمعادلتين كويس، أول معادلة، ماذا مجهول عندي؟ البي والواي مشاء يعرف البي ماكسيموم بكم يبقى kiو لقرأ على الواي بيانات الطعزين، بدأ şeyi البي واخ prevalent ماذا؟啦 من البي ماكسيموم، أعرف البي وتص word q تتصل حيوانيا الواي الرنيه يique冷مج في ماذا؟ نفس ما هو رقم للأوار سوف أحلوهم مع بعضهم و سوف أطلع من البي و الواي بعدما أطلعت البي و الواي سوف أطلع من الفري بورد لكي أطلع الدبس بالتوتل و سوف نخش عليهم واحدة واحدة نصمم لأوبن التشانل فيها التصرف بتاعها اللي شايله عشرة متر مكعب في الثانية البيت سلوب 0.3015 السايد سلوب 2 إلى 1 المانين كوفيشن 0.016 نحل نحل نحن نصل للمعادلتين أول ما أقول لك إيه و البرميسي بالفلوغسطي عندي كان 0.75 على حسب نوع السايد عايزة أحل معادلتين أول معادلة سوف أطلع منها الاريا ان البي ماكسموم 0.75 وأنا عندي كيو بعشرة يبقى الاريا كيو على البي ماكسموم 13.3 سوف أعود ثماني في ماكسموم عارفها الاس نوات عارفها اللي هي 0.3015 واحدة على إن عارفها سوف أطلع من الار والار بتساوي الاريا على الار بتاعتي كم 0.97 طلعت الار الار بتاعتي بتساوي الاريا على الواتر بريمتر يبقى البرمتر بتاعي الواتر بريمتر بي ساوي كم 13.74 بريمتر بي زائد ادنين وي كزر واحد زائد تي سكوير طلعت المعادلة الأولانية طلعت المعادلة الثانية بحلوهم مع بعض علشان أوصل القيام من البي والوي عوضنا بالمعادلة تطلع عندي معادلة تربعية لما عود من معادلة الأولانية في الثانية معادلة تربعية المعادلة التربعية لها كم جزر أو كم حل دايما لها حل إن تطلع العشرة متر أو 1.2 عايز أختار واحد منهم منطقي المنطقي إن إحنا الأعمق بتاعتنا دي بكلم open channel فهيأخذ من الواتر 1.26 الواتر 1.26 مور براكتيكال شويتين فهنعوض هيطلع البيب كام بتمانية شكلها معقول إن الخضاع بتاع فهيطلع تمانية متر في إيه في متر وإيه وربع ده التطاع المتر وربع اللي عندي ده ارتفاع مية أو ارتفاع total للتطاع بما إنه طالع من معادلات الهيدروليكس إحنا ما نعرفش غير اتفاع مية طبعا عايز أقول للراجل ينفذ يعني عايز يديه يبقى ناقص لي هنا مين الفري بورد الفري بورد أجيبه منين إنتوا فاكرين الف بتساوي لسايلين جازر الفري بورد الفري بورد الفري بورد تطلع واحد وثمانين سنتي يبقى أنا عندي أدي الدبس أدي الفري بورد أدي العمق ولازم لما تكون مطلوبة عندنا المسألة مطلوبة تحليف المحام تعمل لي سكتش عليه كل البيانات اللي احنا قلناها يبقى أنا عارف أنك حسابة الواي حسابة البي حسابة الاثنين لواحد تتعرفها ده الدبس ده الفري بورد بتاعك يبقى أنت كده تطلع قطاع ينفع أن أنا إيه؟ أنفزه في الطبيعة وعليه المعلومات إيه؟ كاملة بالإضافة للقطاع الطولي بس ده مش هينفع أنتو تطلعوه في سنة ثالثة لأن ده محتاج للشغل بتاعنا لأنه أرسم التروفايل بتاعي اللي تشاني طيب عايز أحلم الاستخدام التراكتيف ميسود إيه هي التراكتيف ميسود؟ بشوف والله نوع السويل بتتحمل شير استرس قدقيق وأنا بصمم القطاع بتاعي بحيث أن شير استرس يكون أقل من المسموح من الآخر يعني لو أنا عندي البيت دهو بيب عندي بورتيكلز يعني دي الايه؟ السيدمنت بورتيكلز أو الحبيلات بتاع الطورب اللي موجودة المياه ماشي كده فالمياه بتعمل ايه؟ فريكشن 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 اللي أعملي ضحرج الحاجات في ايه؟ فوق بعضها وممكن يحصل لها سسبنشن وتتعلق فوق وفي الآخر هرأي ان البيت ده إذا عملها تطلع من هنا ويتكون عندي ايه؟ خفرة كويس؟ طيب ده توزيع الشير استرس على الايه؟ القطاع لو انتو فاكرين معادلة الشير استرس تاو نود تاو نود بتساوي تاو نود تاو نود تاو نود قلناها في اثبات معادلة الشير زي لما قلنا ان و ساين سيتا تساوي تاو نود في البرمتر في دلتا اكس و نرى اتزان القوة بتاعة وزن الكنترول فوليوم مع قوة الاحتكاك فده الاحتكاك اللي عند البيت جاما في رف اس ده التوزيعة ما بتبقاش هي جاما في رف اس فده الدستربيشن بتاعها عند البيت أقصى قيمة بتوصل ل 97% و عندي طبعا الجناب بتاعتي بتبقت صغيرة وفوق وعملت زيد تحت لغاية ما توصل لقيمة 0.75 جاما في رف اس معتمدة طبعا على نوع الحبيبات لو الحبيبات صغيرة هيبقى الاحتكاك بتاعها يعني انت تستحمل friction force اقل من الحبيبات الاكبر يعني لو انا حطيت دبش مثلا في المية فاكيد ده مش هيتحرك لو مهم السرعة كل ما كانت البارتكال صغيرة فاستحملها للشير استرس بيكون ايه بيكون اقل فاقيمة الاستحمل للشير استرس ده التاو كريتكال التاو كريتكال ده اللي هو الشير استرس اللي عنده تبدأ الحركة فانا لازم لما باجي بصمم بقول ان الت بتاعتي اللي هي الحقيقية لازم تكون اقل منين من التاو كريتكال يعني التاو نود او التاو اللي بتتحقق عندي نتيجة التصميم بتاعي اللي هي بتاكت على السويل لازم تكون اقل منين من التاو كريتكال بالضبط اذا ايها زي السرعة نفس كونسة السرعة اللي بتطلع عندي اللي هي الفيمين تكون اقل منين الفي برميسبل اللي احنا قلناها في طريقة التصميم الاولانية بعمل ايه هنا بخش على كيرفات عندي كيرفين كيرف الاولاني للنن كوهيسف سويل كوهيسف يعني تمان وتماسك تماشك يعني لازم اقل بها اللي هي الطين والكلام ده ده كوهيسف الساند والجرافل هي التربة اللي هي الحبيبات دي نن كوهيسف ايه سويل بعمل ايه بخش هنا والله بخش هنا فين الابرش بخش باي ان شاءالدي انا انشاءال دها اول one cohesive Sed composition living اسم اضحه مقاش المتوسط d50 او اесьيني او ما عندي واسم افرج المادورة جديد بس اخذ single peanut water ๊رز المقاش المتوسط للحبيبات اضحة الكيرف المقاش المتوسط للحبيبات اضحة بقي اضحة بقي المقاش المتوسط pro هضحة كيرف وブ وفي الكيرف الأولين هو Clear Water الثاني مية فيها سيدامنت ومية فيها سيدامنت كثير دعوني نحن بالإشارة على Clear Water أخبط فيه الكيرف أخش شمال طلعت قيمة مين؟ Permisible Unit Tractive Force تشير استرس المسموح يبقى أنا كده جبت التاو A critical لازم أجيب التاو A بتاعتي لا تزيد عن التاو critical عندما نحل نقول gama في R في S ستطلع لنا بالباسكال والكيرفات التي لديها بالباوند على فيت سكوير بس عشان أحاول هذا الرقم 47.88 باسكال الباوند باوند 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 2.038 وحدات باوند 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 ولن مسبع السنة وغم أنا عندي غامة في R في S لتطلع بالإيه؟ بالباسكال وهنعود في المعادلات ونطلع برضو الدبس والعرض بتاع التفاعل هنخش على تصميم النون ايرودابل شانلز ودول بنصممهم بطريقة البست هيدروليك سكشن عشان نتكلم جنرال يعني إيه؟ بست هيدروليك سكشن البست هيدروليك سكشن اللي هو أحسن سكشن يؤدي الوظيفة الهايدروليكية للقطاع طيب المائي القطاع المائي دوره يعمل ايه؟ بينقل مياه فانا لو أنا عندي قطاع مائي عامل كده المساحة بتاعته هنا دي ايه؟ خلاص عارفها عشان أصممها الايه دي ممكن تتحقق بكم طريقة كذا أنا محتاج ايريا معينة في الكروت سكشن متاعي عشان أحسن كفاءة القطاع ده كويس؟ طالما هو ليه ايريا سبتة خلينا نتفق إن الاريا عندي ايه؟ سبتة هل أنا لو عملت القطاع ده كده أحسن؟ ولا لو عملته كده أحسن؟ مع العلم أن الاريا واحد بتساوي الاريا بتساوي الاريا ايه؟ اتنين؟ خلاص يعني الاريا عندي سبتة أخطار أنهي شكل أنهي Aspect ratio للقطاع أو أبعاد القطاع أخطارها زي البي والواي؟ ايه العلاقة ما بين بي وواي؟ عشان تحقق لي نفس الاريا بس بكفاءة أحسن؟ طيب الكفاءة الهيدروليكية يعني يقدر ينقل تصرفات أكبر بنفس المساحة ينقل تصرفات أكبر وأنا عارف يبقى الكيوم بتساوي الاريا في الفيلوستي الاريا سبتة لما أن أنا عايز أكبر التصرف أو أكبر الكاباستي بتاعة القطاع يبقى أنا عايز أزود الإيه؟ الفيلوستي طيب يبقى ده القطاع اللي فيه السرعة أقصى ما يمكن طيب أقصى ما يمكن يعني إيه؟ أكتب المعادلة بتاعة السرعة عشان أشوف إيه البرامترز اللي ممكن ألعب بيها عشان أخلي الفيلوستي بتاعت إيه؟ ماكسوم الفيلوستي بتساوي 1 على N R قصى ثلاثين S قصو نص بتساوي 1 على N الاريا قصى ثلاثين على الويتد بريمتر قصى ثلاثين في الاس ايه قصو نص ودي الفيلوستي ايه هي الحاجات الثابتة عندي؟ الواحد على N سابت مش هيتغير والسلوب سابت والاريا ايه؟ سابتة يبقى أنا عندي الفيلوستي بتتناسب مع 1 على P قصى ثلاثين صح؟ خلال يبقى أنا لو البي دي بتاعتي كل ما البي بتاعتي تقل يحصل إيه؟ الفيلوستي تزيد خلاص ده كده أثبتناها من المعادلات نسبتها بالكونسط اللي إيه شغالين بي البرامتر ده مش هو ده اللي بيحصل عليه احتكاك قد اللي بيحصل عليه احتكاك وبيسبب مقاومة المية صح لأن المية بتحق في الجوانب يبقى أنا كل ما قللت اللي احتكاك كل ما كان أحسن وكل ما كانت السرعة هتبقى ايه؟ أكبر يبقى عشان أوصل للبست هيدروليك سيكشن يبقى تعريف البست هيدروليك سيكشن لنفس المساحة ايه هو القطاع اللي ليه أقل ويت البرامتر اللي هو من بي ويت البرامتر اللي بيحصل عليه غير قابلة للتأكل due to high shear resistance of lining material أنا لو جيت في الآخر لو أنا عندي الشانل بتاعتي دي طراب وأنا جيت روحت كسيها خلصانة أكيد هتستحمل سرعة وتقوم التأكل أكتر منين؟ من أن أنا لو سبتها طراب من غير محميها فأنا حميتها وبالتالي قدرت أستحمل سرعات ايه؟ أكبر في الكتب هتلاقي الحدود بتاعت السرعات عندنا بتختلف باختلاف نوع مادة التبطين ومقومتها فهتلاقي المعظم الناس بتتكلم إن أنا لو عندي جراوت دري براب بتكلم على سرعة بسمح لغاية سرعة 4.5 متر في الثانية ولو أنا عندي كونكريت بسمح لغاية 6 متر في الثانية عشان ما يحصلش عندي تأكل بس من الخبرة العملية إن السرعات العالية بتعمل مشاكل غير التأكل فأنا بفضل يعني أنا عموما في شغل إن الفلوستي لا تزيد عن أربعة متر في الثانية غير لما يكون مضطر أو الدنيا مزنوعة عندي أقدر أستحمل سرعة أكبر شويتين طيب الديزاين أبجيكتف بتاعي المستئكولوميك سيكشن اللي هو البست هيدروليك سيكشن اللي هو عبارة عن إيه؟ أقل ويتت بريميتر أقل محيط حيوفر معي في إيه تاني غير إن هو ليه كفاءة هيدروليكية أكبر حيوفر معي فيه كمية اللاينينج اللي أنا بحطها التبطين بتاعي أنا ببطن الجناب لو البريميتر بتاعي قليل يبقى كمية التبطين اللي أنا هستخدمها هتكون أقل وبالتالي التكلفة عندي عموما إيه؟ حتى إل في حاجة تانية برضو بنبص لها مالهاج دعوه بقى بالبست هيدروليك سيكشن حاجة لازم أعمل عليها تشيك إن الفي مينمم بتاعتي بتسوي كام بوين ستة ميتر پير ساكن يعني إيه في مينمم أقل سرعة مسموحة كل اللي بناكلم عليه أقصى سرعة أقصى سرعة أقصى سرعة، ما جبنائناش، believed the minimum أمل سرعة أهي.. دايما المية اللي ماشية بيبقى فيها حاجات سيدمينت تعالق فيها او فيها رملة جاية من سيول متعدة فيها سسبندلول او فيها مواد عالقة لو انا المية دي مشيت بالراحة هيحصل ايه ان السيدمينت ده هيحصله ايه هيترسب على القاع ويطر يقفل لأوبنت شانل او يبقى عندي الترسبات في القاع تطلع مثلا حاجة عاملة كده وبالتالي المساحة بتاعة الكروس سيكشن الايفكتف معايا هتقل هيحصل عندي ايه حالاء ان منصوب المية عالي حالاء ان الكفاءة الهيدروليكية بتاعة القطاع قليل مختصر الكلام احنا لما بصمم حاجة هعمل لها طبطين او لاينيج بستخدم الكنسفت بتاع البست هيدروليك سيكشن عشان اقلل الويتد بريمتر وارفع الكفاءة الهيدروليكية للقطاع واقلل طول الطبطين خلصت الكلام ده لازم بعد ما خلص التصميم اعمل تشيك على السرعة المينموم بتاعتي ان هي ما قلتش عن بوين ستة عشان ما يحصلش عندي ايه ترسيبات بالنسبة للقطاعات المختلفة او اشكال القطاعات المختلفة عايزين نشوف ايه علاقة البي والواي اللي يحققوا لي البست هيدروليك سيكشن بالنسبة للقطاع الدائري البست هيدروليك سيكشن هيتحقق امتى لما يكون القطاع بتاعي على شكل نص ايه دايرة القطاع بتاعي الماء القطاع الايه المائي يعني الميا بتاعتي تبقى معاملالي ويتد كراس سيكشن او القطاع مبذل البريمتر بتاعه هيساوي محيط نص محيط ايه الدايرة يبقى شكل القطاع بتاعي عبارة عن نص ايه دايرة بالزبط بالنسبة للريكتانجلر سيكشن هنبدأ نشوف ايه المعادلات وازاي اقدر اوصل لايه اقل بريمتر عندي عندي البريمتر بيساوي بي زائد اتنين واي اللي هي العرض زائد الاتفاع الجنبيني واي واي الاريا بتساوي بي في واي حكة البي بتاعتي بتساوي الاريا على واي يبقى البريمتر بتاعي هشيل البي وحط ايه على واي واثنين واي هنا حفاظ الكلام ده زي ما احنا عارفين عشان نجيب المينموم والماكسيمم بديفرينشيات وبعد جده اساوي قيمة التفاضل بي بصف يبقى الدي بي باي دي واي بتساوي مينس ايه على واي تربيع زائد اتنين في المينموم بي حساوي القيمة دي بصف يبقى الاريا بتساوي اتنين واي تربيع بما ان الاريا بتساوي اتنين واي تربيع والاريا عندي بتساوي بي في واي يبقى هستنتج من المعادلة دي ان البي بتساوي كام اتنين واي يبقى المعادلة اللي بتحقق لي البست هيدروليك سيكشن للقطاعات الريكتانجل هي ان بي بتساوي اتنين واي بالنسبة للتربيزويد السيكشن نفس الكلام هجيب الاريا الاريا بيف واي زائد تي واي سكوير اللي هي مساحة المستطيل والمسلسين اللي في الجناب البي بتساوي ايه على واي ناقص تي واي جبت البي في ناحية طلعت المعادلة البريمتر بتاعي بي زائد اتنين واي جزر واحد زائد تي سكوير هننشي في الخطوات بتاعتنا ونفاضل ونساوي نتيجة التفاضل بصفر هيطلع عندي المعادلة التي تحكم البست هيدروليك سيكشن في التربيزويد السيكشن ان بي زائد اتنين تي واي بتساوي اتنين واي في الجزر التربيعي لواحد زائد تي سكوير يعني انا لو عواطف في المعادلة دي حيطلع لي البست ايه هيدروليك سيكشن لو النسل بقى العلاقة ما بين البي والواء دي تحققات يبقى عندي بست هيدروليك ايه سيكشن اي شكل تاني هيجيلك في الامتحان او يجيلك في الشيت لازم تجيب الواتف بريمتر بتاعه والتفاضل بالنسبة للواي وتساوي نتيجة التفاضل بصفر وده يطلع لك العلاقة ما بين ان بي والواي يبقى احنا طلعنا لغاية دلاتي لثلات علاقات للبست هيدروليك سيكشن البست هيدروليك سكشن بتاعي في القطاع الدائري إن القطاع يكون على شكل نص دائرة والقطاع بتكلم على القطاع الدائري المبتل اللي فيه مية لو عندي ريكتانجلر سكشن تكون الواي دي بتساوي نص البي يعني البي عندي هنا بتساوي اثنين واي لو ترابيزويدل سكشن يبقى بي زائد اثنين تي واي بتساوي اثنين واي في الجزء التربيعي الواحد زائد تي سكور نشوف اقام على الكلام ده يعني بعد ما خلص التصميم هاحسب السرعة واشوف هل السرعة بتاعتي اكبر او اقل من السرعة المينمم اللي هي بتساوي كم؟ 10.6 متر برساكن عشان نمنع السديمنتيشن او تراكم المواد الرسوبية في القطاع الهيدروليك عندنا دي الداتل عندي الاس نود والتي والكيو والمانج اوفيشنط الان هنعوض في المعادلة بتاعة البستا هيدروليك سكشن اللي احنا وشوفناها في السلايدي الفاتر اللي هو بي زائد اثنين تي واي بتساوي اثنين واي في واحد زائد تي تربيع انا عارف تي جبن في المسألة هتطلع لي علاقة في الاخر ما بين البي ومين والواي ها عوض عادي في معادلة مانج الكيو بتساوي واحد على ان اي ار قص ثلاثين اس قص نصف مستغل العلاقة اللي اللي فيها ان البي بتساوي كام؟ بتساوي او بوينت اربعة سبع واي هحل هاوصل لمعادلة هطلع قيمة الواي هلاقي ان الواي بتاعة تطلع بمتر واحد وسبعة من عشرة ايه متر يبقى البي بتساوي كام؟ بوينت اربعة سبع في وان بوينت سبب بتساوي ايه؟ بوينت ايت متر يبقى انا عند البي بوينت ايت والواي بكام بواحد وسبعة من عشرة طيب عايز اتأكد السيكشن بتاعي اخباره ايه لما انا اعوض او اتشيك على السرعة المينمم انا عندي البي اهي بوينت ايت عندي الواي وان بوينت سبع ميتر اقدر احسب الكروس سيكشن ايريا واقدر اطلع ليه الفلوسطي طلعت الفلوسطي اتنين بوينت وان وان يبقى اكبر من الفي مينمم لان احنا عارفين ان الفي مينمم اللي هي بتساوي بوينت ستة متر بر ايه وتلقي بوينت بوينت ستتتوقع بوينت اسام بوينت الايه زائد اتنين تي واي المعادلة دي مكتوبة مش مشبوط هتطلع سبع وستة ايه من عشرة يبقى بتساوي بوينت اربعة سبع زائد اتنين في الت بتاعتي بتاياتي بوينت اتنين في واي اللي هي بقام بوينت سبن هتطلع ايه الطوبتس اللي عندي لازم بعد ما اخلص اروح الاسم لسكشن على الابعاد دي دي حتة زيادة احنا نزورينها عايز اتأكد نوع الفلو بتاعي هل هو سب كريتكال ولا سوبر كريتكال بحسب الفراود نمبر الفراود نمبر بيسوي V على جزر GD والدي هي مين الهايدروليك ديبس خلاص مش قطر الهايدروليك ديبس بيسوي ايه؟ الاري على الطوب ويتس اللي هو البي كابيكال الهو لكن ده عندي الطوب ويتس بتاعي اللي هو البي كابتل بحسب الاري اقسم على البي جبت الهايدروليك ديبس عوضت في المعادلة دي بتلع بوين ستة ايه؟ تسعة بوين ستة تسعة فهو اقل من واحد اذا ان الفلو بتاعي بيشغال ايه؟ او بيمشي بسب كريتكال فلو مش سوبر ايه كريتكال عايزين نتكلم بقى شوية على خصائص الفلو وفي سيركلر سكشن طبعا احنا كأوبن تشانل مفتوحة او الكلام ده ان احنا نعمل سيركلر سكشن نادرا من مضطر نعمل الكلام ده او في حالات وليلا بس غالبية مواسير الصرف الصحي او مواسير تصريف مياه الامطار بتمشي كأنها اوبن تشانل لان هي بتبقى المواسير قطاعها دائري المواسير القطاع بتاعها دائري وغالبا ما بتبقاش فل فهي بتبقى فالسطح بتاع المياه متعرض ليه الاتموسفيريك بريشر فبتعامل معها كأنها اوبن تشانل كراس سكشن بس عهاب اوبن تشانل ليها سيركلر كراس سكشن وده القطاع المائي بتاعها طيب ايه هي الخصائص بتاعتها او المعادلات اللي احنا بنحسي فيها انها لك قبل كده دي بدلالة الزاوية ثيتا سواء كان الواي بتاعتي فوق السنتر لاين او الواي ارتفاع المياه تحت السنتر لاين هي هي نفس المعادلات بطلع لها كرايتيريا عادي جدا بطلع اريا وبطلع بريمتر وبطلع عواصي معادلة مانينج كأنها اوبن تشانل عادية مفيش فيها حاجة عايزي بقي شوية علاقات او نسب نقدر نطلعها ما بين التصرف اللي موجود في الابن تشانل لما يكون الارتفاع ايه علاقته بالواي فول ايه هي الواي فول لما يكون ارتفاع المياه في قلب التشانل بتاعتي او في قلب يساوي الديامتر يعني عايز علاقة كل واي على دي لما بتتغير انا رينج بتاع التغير بتاعها همنين لفين بيبتدي من صفر اللي هي موجودة تحت لغاية واحد لما يكون الواي بتاعتي بتساوي من دي طبعا احنا قلنا ان لازم القطاع بتاعي يبقى السطح بتاعه متعرض الاتموسفيريك بريشر فاحنا خلينا نقول ان دي مثلا بوينت ناين 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 دي كويس يعني ملح ناش نلمس السطح الفوق وعندي ايه سنة هوا صغير كويس فعايز اجيب العلاقات ما بين الفيلوصدي وعايز اجيب التصرف كويس Dos بس هقسم LV بي فول الفي فول هي السرعة لما يكون المية مالية القطاع وعايز اجيب Q على Q wszystkich ايه هي ال QFUL لما يكون القطاع مليان نسبة التصرف اللي عندي ليه التصرف لما يكون القطاع مليان طبعاً أنا عندي ال AREA لما يكون القطاع FUL اللي بتسوي كم؟ π D على أربعة الWATED PERIMETER بيسوي كم محيط الدائرة بيسوي π D الHEYDROLEIC RADIUS بيسوي ال AREA على الWATED PERIMETER اللي هو بيسوي كم؟ D على أربعة π هتروح مع ال π والتربيه هتروح مع ال D طبقاً D على كم؟ على أربعة بعوض بطلع الكيو فل في المعادلة بتاعت ماننج بطلع كيو فل وبطلع الفلسطي الفل بفتل بقى اعوض في المعادلات دي عند different values of Y طبعا القيمة اللي انا عارفها ان عند ال Y بصفر اكيد السرعة بصفر والتصرف بكام بصفر حاجة هنا هو عند ال Y بتاعتي الصغيرة دي هشوف ال Y على دي بكام وهعوض في المعادلات اطلع الفلسطي واطلع كيو واسمهم على ال V اللي هتطلع لي على ال V فل والكيو على الكيو فل هنلاقي ان شكل وافضل ازود شوي احساب عند مثلا ال Y على D ببوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 لما تبقى Y على D ببوينت 5 يبقى انا ماشي كده في نص ال ايه circular section وكمل لغاية فوق هلاقي ده شكل العلاقة اللي بيطلع عندي علاقة ال V على ال V فل بال Y على D يعني لو قلت والله لو انا ال Y على D بنص يعني انا عند center line بتاع البايب كويس هتطلع ال V على ال V فل تقريبا بكم لا ده الأزرق ده الكيو تطلع ال V على كيو فل ؟ بالنص طيب ال V على ال V فل ستطلع كم ستطلع تقريبا 1.03 3 هنرسم من الاول عند الواي على directive 0.1 0.2 0.3 0.4 لغاية موصل لوحد طبعا عند واحد لما تكون الواي على di بواحد يبقى الى على الى فل بواحد والكيو على الكيو فل بكم بواحد دول النسب اقصى تصرف اقصى نسبة maximum velocity الاقصى تصرف和 الاقصى تصرف عندي موجود هنا بيحصلوا عند واي على دية ومرة بوينت ايت ومرة بوينت ناين وعند different values of theta دي الكاركترستيك أو ده توصيف لتغير التصرف في القضاعات الدائرية عند اعماق مختلفة للايه للماء وسكرا ونشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله